بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج وعظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطم عليها السلام عشرون موضعا إذا لم تصلي فيها على محمد وآل محمد قلت البركة في حياتك وقل الرزق وقلت العافية وعاتبك النبي صلى الله عليه وآله واعتبرك من المجافين له أي أنك من أهل الجفاء والبعد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عشرين موضعا عليك أن تصلي على محمد وآل محمد كي لا تقول البركة والعافية والرزق في حياتك في بيتك في مالك في نفسك في أولادك في أهلك العشرين موضع يذكرها علماؤنا الأعلام ومنهم آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه زكية فقال بعد سماع اسم النبي صلى الله عليه وآله هذا الموضع الأول عندما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله عليك أن تصلي على محمد وآل محمد في بداية التدريس والدرس والموعظة وبعد الحمد والثناء على الله عز وجل عندما تريد أن تدرس أولادك وتدرس مجموعة من الطلبة وعندما تريد أن تتعلم عليك أن تصلي على محمد وآل محمد وعندما تريد أن تنصح أحد وتريد أن تستمع لنصيحة أحد صلي على محمد وآل محمد كي يأخذ العلم والنصيحة يعني يأخذ ما أخذه فيك وفي الآخرين ويكون مؤثرا في الآخرين ويكون مؤثرا فيك كذلك يستحب عند الجلوس على المركب أو الدخول في مركب تقول بسم الله وبالله الله أكبر وصلي على محمد وآله خير البشر يعني عند هذا الآن في العصر الحديث عند الصعود إلى السيارة عند الصعود في أي مكان تقول أو القطار أو الطيارة إلى غير ذلك بسم الله وبالله الله أكبر وصلي على محمد وآله خير البشر عند الوضوء عند المرور بالمساجد وعند الدخول بالمساجد والخروج منها قبل الاشتغال بالذكر لديك أوراد لديك أذكار لديك تسبيحات عليك أول ما تبدأ أن تصلي على محمد وآله محمد ثم تبدأ بالذكر في بداية المكاتبات والمراسلات يعني عندما أريد أن أكاتب أحاد أراسل أحاد أقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد ثم أكتب له ثم أراسله وفي أول الطعام وفي آخر الطعام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد كذلك في خطبة النكاح بعد الحمد والثناء على الله في يوم العقد والتزويج أن تصلي على محمد وآل محمد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله تصلي على محمد وآل محمد بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروى في المشعر الحرام تصلي على محمد وآل محمد في طريق الحج من أراد الصعود لمرتفع فليكبر فإذا اتجه نحو الأسفل صلي على محمد وآل محمد بين قبر النبي صلى الله عليه وآله ومنبره صلي على محمد وآل محمد عند هبوب الرياح العالية صلي على محمد وآل محمد عند ذبح الحيوانات المحللة صلي على محمد وآل محمد عند الدخول في السوق بمجرد أن تدخل صلي على محمد وآل محمد حين التعجب من شيء تقول سبحان الله اللهم صلي على محمد وآل محمد عند إرادة القيام بعمل ما أول ما تريد أن تقوم بعمل قل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد قبل الدعاء وبعد اختتام الدعاء اللهم صلي على محمد وآل محمد بعد العطاس الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وآل محمد عند الشم رائحة عطرة وشم الأزهار لا سيم الورد المحمدي صلي على محمد وآل محمد كذلك ورد عند علمائنا بعد الصلوات اليومية وذلك بأن تصلي على محمد وآله أربع طعاش مرة وتهديها إلى المعصومين ثم تصلي على محمد وآله سبع مرات وتهديها إلى أولياء الله تعالى فهذا من سنن العلماء الكبار في الحصول على رضى الله ورضى أهل البيت ورضى الموتى من العلماء والأولياء فيحصل على قضاء حاجته لأنهم سيدعون له هذه عشرين موضع عليك أن تصلي على محمد وآل محمد فيزيد الله سبحانه وتعالى من بركة أموالك ومن بركة عافيتك وصحتك ونجاحك وتوفيقك في الحياة فإذا لم تفعل ذلك قلت البركة والعافية وقل النجاح والرزق إلى غير ذلك فاحفظها وعمل بها واجعل من ذلك أسلوب حياة برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام شكرا للمشاهدة